السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم بقناتي انا جارمين المحلاوي النهاردة جايبها لكم ريفيو مهم جدا عن مكنسة من افضل المكانس اللي موجودة في السوق في مصر هي مكنسة تشيبة مكنسة حلوة جدا 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 القوة بتاعتها قوة الشفط 2000 واط انا حابة بس ايه اوريكم ريفيو عنها هي المكنسة طبعا مليانة فتفيد بقى او حاجات غرفة الاطفال انتو عارفين طبعا المكنسة هعمل لكم ريفيو كامل عنها يا بقالها عندي تقريبا دلوقتي 3 سنين المكنسة ممتازة جبوها وانتم غمضين بس ما تجبوش المكنسة اللي هي فيها مطورين هقول لكم ليه كملوا معي الفيديو يلا بينا نبدأ بس بليز مش عايزاك وتنسوا بقى تعملوا لايك 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 للفيديو وتشتركوا في القناة وتشوفوا بقية ريفيوات هتستفيدوا منها جدا دلوقتي دي معانا المكنسة اللي هي تشيبة الالفين واط اه انصحكم بلاش تجيبوا الالف وستمية اه دي الادوات اللي بتبقى موجودة معاها ودي فتح التهوية بتخفف الضغط اثناء الشفت الادوات والفورش دي بقى كلها بتستخدمها زي ما انت عايزة يعني بصوا هي فيها دراع بيجمع فيها كل الادوات بتاعتها والاداة دي علشان تجيبي مثلا اي حاجة مزنوقة كده التراب ودي بتاعت الانتريب رائعة في الانتريب رائعة اه قوة الشفت بتاعتها حلوة جدا اه دول بتتغطي على الزرارين اللي هم من الجنب دول بتفتحي الخرطوم وبالشكل ده بتقدر تفرغي اللي هو الكيس بتاع التراب ومن تحت بتفتحيه وبتنفضيه وتقدر تخسليه كده في اي حاجة مفيش مشكلة خالص في اي طبق فيه شوية صابون كده بخسله فيه اه اه الكيس بتاعها حلوة جدا ومحكم جدا ما بيخرجش التراب خالص اه ما تحاولش تشغليها وهي واقفة دي بقى انا هقول لكم عن شوية حاجات كده من استخدامي ليها مدة الثلاث سنين زي ما بقول لكم ده فلتر خلي بالكم انه جدا ما يجيش عليه اي مية او اي حاجة اه اه لما تيجي تشغليها ما تبقاش وقفة ما تشليهاش من الفيشة وهي لسه شغالة لازم تقفل الزرار بتاعها الاول وبعد كده تشليها من الفيشة فيها لمبتين بينوروا احمر كده من الجناب هقول لكم عليهم برضو هنا الزرار بتاعتها دي اللي هي بتعلي القوة الشفط وبتوطيه يعني فيها درجتين لقوة الشفط وده الزرار اللي هو بيطلع بيشد السلك وده الفلتر كمان بطريقة تركيبه انا تقريبا ما بعملش الخطوة دي خالص بس برضو بحبيت اوريكم من الجزء ده بيتفتح ازاي ويتركب تاني عادي جدا الخرطوم بتاعها دي الاداة دي بتطول بتضغطي على الزرار الاسود ده من تحته بتطوليها شايفين بتطول ازاي اللي بيميزها بقى جدا جدا انها فيها الفرشة الدوارة دي ودي مش موجودة في مكانس كتير الفرشة دي جميلة جدا شايفين هي لما شعر وفتل وحاجات كده كتير ازاي بس لازم مع كل فترة ان انت تقصيهم وتنظف الفرشة دي كويس جدا زي ما انا بعمل كده بالمعص آآ الفرشة دي قد ايه بتفرق السجادة وخصوصا الناس اللي عندها سجاجد الشاج بس هي بتتركب بالطريقة دي المكنسة انا كنت جايبها من ثلاث سنين بالفين مية وخمسين الفين ومتين والله مش فاكرة قوي بس العاب الوحيد في مكنسة تشيبة ان هي مش بتلاقيها موجودة متوفرة في كل حتة انا دخت جدا عبال ما جبتها بصراحة بصوا شايفين انا نضفت الفرشة آآ اللي عايز جيبها جيبوها وانتم مغماضين وعايز اقنصحكم برضو بمكنسة هتاشي الياباني آآ اللي اتنين دول اي واحدة فيهم آآ موجودة وانت بتجهزي وانت بتغيري دي آآ اللي اتنين رقعين بصراحة بس ما تجيبش اللي هي الالفين وط احسن يعني في مكنسة في التشيبة اللي هي بمطورين لا دي ما تجيبهاش لان اللي عرفته عنها ان هي تقيلة جدا في الاستخدام يعني العجل بتاعها مريح جدا آآ بس لو فيها اي حاجة نست اقول لكم عليها فيها آآ قلولي وانا ان شاء الله افتكم اكتبولي في الكومنتات وكمان شوفوا الريفيوهات اللي موجودة في القناة هتستفيدوا منها كتير جدا فيها اجهزة وادوات للمطبخ آآ ان شاء الله تستفيدوا منها جدا آآ يارب اكون افتتكم في الريفيو النهاردة واشوفكم على خير في فيديو كديد من قناتي انا جيرمين المحلاوي سلام